الفيديو ده من اكتر الفيديوهات اللي اخدت مني وقت مش في الايدت مش في التصوير ولكن في التفكير التفكير ازاي اعمل الفيديو ده اصلا هلا هروح اعمل ريفيو عادي للموبايل اللي معنا النهاردة وهو الريديمي 9T واروح اخد ببساطة السكريبت اللي انا لسه كاتبه للبوكو امس ري تريبا من اسبوع او اثنين واقوله هو هو تقريبا اللي اختلافات بسيطة جدا بالتالي كنت محتاجة اتكلم عن الموبايل ده بشكل مختلف شوية والحقيقة الحاجة اللي لقيتها وقدر اتكلم عنها والموبايل ده بيفتح باب كبير ليها هي سؤال ليه ليه موبايلين شبه بعض توقم بينزلوا في نفس الوقت من نفس الشركة وبنفس السعر تقريبا واعدين بتاعت الاحظ انه مش شاومي بس هلا بتعمل كده انت عندك سامسونج مثلا نزلت مرة الام سيرتي وان والا سيرتي وان نزلت مؤخرا الاي سيفينتي وان والان ففتي وان حتى بي بي كاي او اوبو وريلمي الى حد ما مرة نزلوا الريلمي سي سيفينتين والاوبو ايه تلاتة وخمسين واللي اعتبروا شبه بعض في توقيت متقارب جدا فقط رح كده والله اعلم انها بقت ظاهرة وهتبقى ظاهرة كمان في المستقبل وهنشوفها بتتكرر كتير وطالما بتتكرر فيبدو برضو انها نجحت فخليني نخش في الفيديو ونعرف ليه بيحصل كده من وجهة نظر يعني مبدئيا لو انت داخل تعرف عن الريديو ناين تي فخليني في دقيقة كده علخص لك الموبايل ده عبارة عن ايه بالزبط وقولك تشتريه ولا ما تشتريهوش وبعد كده نكمل الفيديو بتاعنا الموبايل ده ببساطة هو هو البوكو ام سري لانا لسه عمل له ريفيو وهتلاقي ريفيو بتاعه في الاي اللي هزر فوق دلوقتي في الفيديو نفس العيوب نفس المميزات نفس نقاط القوة نفس نقاط الضعف نفس المواصفات تقريبا امكن الاختلافات ما بينهم اولا انه الريديو ناين تي بيجي بكاميرا زيادة كاميرا ألترا وايد او بزاوية واسعة وانه الشاشة بتاعته اقل سطوعا شوية من البوكو ام ثري صحيح ان كلهم يعني مش سطوعهم عالي قوي بس دي اقل سطوعا شوية من البوكو ام ثري فلو هتسألني تشتري مين فيهم فبساطة هقولك الريديو ناين تي ليه عشان وجود الكاميرا التانية او الزيادة اللي بزاوية واسعة وده يضيف للموبايل هو بنفس السعر تقريبا فروح اشتري الريديو ناين تي وده ياخدنا لموضوع الفيديو بقى واللي احنا لسه عاملين ده من شوية اكبر مثال عن مميزات الاستراتيجية جديدة بتاعت ان انت تنزل موبايلين في نفس السعر انت عقلك وعقل المستخدم وعقل المشتري بيبقى متركز ان هو دلوقتي في موبايلين من نفس الشركة هشتري الموبايل ده ولا اشتري الموبايل ده وبيبتدي يلغي تلقائيا الموبايلات بتاعت الشركات التانية لأيت نفسي بعمل كده من غير محس لما نزل الـ اي سي فيان ومسكت الـ او بصيت عليه تلقيي تلات على طوله كارنو بالـ لما نزل الـ على طول مسكته وكانك واسته القدمة في دماعي دايما قدام الـ فالشركة بتحطك قدام خيرين لو رحت اشتريت واحد من اتنين هتكسب في الحالتين فاللي هو بدلا ما تيجي تسألني اشتري شاومي ولا ريلمي ولا اوبو ولا هواوي هتيجي تسألني اشتري شاومي ولا شاومي ولا شاومي سامسونج ولا سامسونج ولا سامسونج او على الاقل لو انت مش بتقارن ما بين شاومي بشاومي بس وحطيت معهم شركات تانية فاللو انت بتقارن ما بين اربع موبايلات انت بقى عندك موبايلين من نفس الشركة وموبايل من شركة وموبايل من شركة بالتالي نسبة ان انت تختار موبايل من شاومي او من الشركة اللي منزلها موبايلين هتبقى اعلى خليني ادرب لك مثال بسيط لو انت قدامك صندوق في اربع كور اتنين برتقاني واحدة زرقة واحدة خضرة وانت بتمد ايدك عشان تاخد كورة منهم احتمالية ان انت تاخد الكورة البرتقانية هتبقى اعلى لانها موجود منها اتنين بينما كل واحدة من الت تانيين موجود منها واحدة بس. وبالمسأل العظيم ده هنخلي الشركات بقى دولي نزل اتنين الهدام نزل تانيات الهدام نزل اربعة الهدام نزل خمسة طبق اي سبق. بس خليه برضو اقول لك انه كل الشركة عندها افكارها والبزنس موضل بتاعها. يعني مش دوروني كل الشركات بتعمل نفس الحاجة لنفس الفكرة او لنفس الطريقة. كل شركة برضو ممكن بتعمل الحاجة دي بشكل مختلف شوية او بطريقة مختلفة او عشان هدف مختلف عن التاني. عادة الشركات الصينية عمتا بتحب تعمل كتير يعني هي تبقى شركة جبيرة وتحقيها كذا براند. وده عشان يسهل عليها شوية حاجات. اولها انها تعرف تخلي كل براند يستهدف فئة مختلفة من الناس. ويبقى كل براند عنده حرية اكبر ان هو يعمل حاجات مجنونة اكتر. لانه مش هيأثر على رأي براندات. وبرضو يبقى كل براند ممقصد بصورته المختلفة او الصورة يعني اللي هي النظرة العامة للشركة. يعني مسلا انت لم تكن تبص على فاليها صورة في زهنك غير برغم ان هم كلهم في الاخر شركة واحدة ام مسكاهم ولكن كل شركة من دولة او كل براند من دول عنده صورة زهنية متعلقة عند المستخدمين. اه ده براند رخيص ده براند غالي وراقي اه ده براند غالي دايما اه ده براند بينزل موبايلات كمباعتها حلوة دايما وهكذا. بتشوف مسلا شركة زي قبل هي بتنزل موبايلات بس في الفاقة الغالية عشان لو هي نزلت موبايلات متوسطة ورخيصة هتلاقي انه الصورة الزهنية او صورة او صورة الماركة دي بالنسبة للناس يتهزد شوية. احنا متعودين ان قبل بتاعت الحاجات الغالية الرقية العالية جدا فلما تنزل تحت يبقى كل الناس مسكاها موبايل من مئة دولار متين دولار الفين الف جنيه هتفقد القيمة دي. وبرضو الشركات هتستفيد انه لما واحدة منهم تعمل مصيبة واحدة سمعتها البوز باقي اللي من نفس الشركة ما يبوزوش لانه دي اللي بازت مش براند تاني. يعني لو مثلا جوزاتها مش حلوة فاوبو لسه زال فل مع انهم مرتين اخوات قوعم ده مسال. الفكرة بقى ان انت لما تيجي تبص على السوق تلاقي السوق عمالية تتغير بسرعة. والتغييرات دي مش بس في نزول موبايلات جديدة لكن كمان في سياسة واستراتيجية الشركات وفلسفتهم. فمسلا بتلاقي الشركة دي النهاردة بتعمل كزا بعد سنة تقريبا للفلسفة مختلفة تماما. بتشوف مسلا شركة زي ريلمي جازلة مصر. موبايلات تسعرها قوي موبايلات زي ما بيقوله قيمة مقابل مال. سنة سنتين دي نظهارت بقى في موبايلات غاية مش قيمة مقابل مال. بتشوف شركة بيبي كيه عمتا والله هنازل وان بلاس وعشان تبقى للانسيزيست او للجيكس وبعد كده فجأة الموبايل بتتديغ له فجأة بقت تنزل هتنزل موبايلات رخيصة ومتوسطة بقت شبه اوبو اوبو بقت شبه اوبو بقت شبه هم كلهم فتحس انه المالية عمالة تتغير واحدة 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 وانت مش فاهم حاجة في النص التغيرات السريعة دي يمكن الصينيين هم الاكتر ناس بيعملوها بيعنوا تغيرات بسرعة عشان يردوا على بعض عشان يجاره السوق عشان فيه متغيرات يوميا ده بيعمل حاجة فده يرد عليها فده يروح حدد عليها بحاجة تانية فده لازم يرد عليها وإلا هيقعوا ومسلا شوفنا شاومي مثال على كده طبعة جامد جدا وهو اغدى بزنس مودل جديد فكرة جديدة انا هبيع اونلاين بس مش عارف ايه وطلعة ده الساروخ حب الشركات التانية انت رايح فين اوبو بقى ده انا هنزل لك وهنزل لك وهنزل لك مش عارف وكلهم هينفسوك في نفس الحتة انت عاوزها تلاقي شاومي تزال اسهم بتاع هتقل لجامد قلبة الدنيا تعال احنا بقى ننزل اوفلاين ونعمل بقى حاجات تانية ونغير الاستراتيجية خالص فتلاقي شاومي رجعت تانية تطلع في الشركات التانية ايضا انت عملت كده طعا انا بقى ارد عليك بحاجة تانية خالص وهكذا بقى يبضلوا ينطوا ده يعمل حاجة ده يرد عليه ده يعمل حاجة يغير الاستراتيجية يغير الفلسفة ولكن برضو خلينا نبقى واقعيين في شوية مبادئ كده بسيطة اغلب الشركات برضو بتبقى متمسكة بها شوية ممكن الموضوع ده ما بيحصلش مصلا عند قبل اتلاحظ انه قبل سابتة فلسفتها سابتة انا فوق انا رقي انا جامد جدا متتغيرش قوي تتغير تغيرات بسيطة بس مش عنيفة وسريعة زي الصينيين فالهو مهما عدنا النحل في استراتيجية الشركات ونتكلم عن اه لايه فلسفة شاومي ايه فلسفة مش عارف مين وليه شاومي نزلت الموبايل ده زي الموبايل التاني وقعدنا نجيب اسباب من دماغي ما او اسباب الشركة قلتها هتلاقي انه بعد سنة تقريبا الشركة غير استراتيجية لانها مبيتش ناجحة او في استراتيجية جديدة بقت انجح منها فكان لازم ترد عليها وهكذا هيمشي السوق ونفضل بقى احنا ننزل فيديوهات ونحلل ونقول ليه والكلام ده كل. يمكنike الحاجة اللي اخدها على شاومي انه لما نزلت موبايل اين في نفس الفقى السعارية الموبايل اين كان شاهوها بعض مية في المية بال 족 Commun oli 99% على العكس مسلا لما كان فيه الموبايل ده يكسب في كزا بس الموبايل ده شكل واحش مسلا يعني يا ريد لما ينزلوا موبايل كثير يبقى بس في نقطة تميز عند الموبايل ده عن الموبايل ده عشان لما تيجي انت او انا يعني ادرك قادر اخبر لك ان الموبايل ده والله هي موجه للفقى دي والموبايل ده موجه الفئة دي. ولكن كده بحس ان انا مش عارف اقول الموبايل ده موجه لمين? وده موجه لمين? لان هما الاتنين توقف. ويمكن دي حاجة من العيوب البرندات الكتير. انت لما تبطيق تعمل برندات كتير وكل برند بيشتغل ده. معلش يا جماعة الحادسة اللي حصلت دي الموبايل ويا وانا بصور بس. كنت اقول ويمكن دي من احد العيوب بتاقيات ان انت تعمل كتير تحتك انه كل برند بيتحرك لوحده او بيابني استراتيجية ومع الوقت بتتغير عشان يواكب التغيرات اللي بتحصل او بيجبر او بيصغر وهكذا. طب بتلاقي انه بعد فترة الدنيا عملت سيح على بعضها. ومش عارف مين يؤدي الفين ومين بيعمل ايه وده هدف وايه وده هدف وايه بتسيح خالص. فيعني هي ميزة. بس في نفس الوقت بتلغبطنا شوية. بس ده كله مش مهم. عاما حاجة ده الوقت ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل لو انت مشترك عشان تشوف فيديوهات زي دي موراجعات موباقلات كلام عام في التقنية. كان معكم احمد متحد جد وفي فيديو عن سلام.